السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنار ده معنا ايمي جراند 2015 لك فيها كاسد 2016 بالفريم اهو تمام هنحوش الاثنين الفريم والكاسد وهنركب تسعة بوصة تمام في مكينة التكيف تحت والهوايات والانتظار برضو نفس الكلام يعني العربية اتساسا الفين وخمستاشر بعمل لها تعديل وركب كاسد 2016 وهنحوش الكاسد بالفريم وهنركب شاشة التسعة بوصة اهو ده الفريم بتاعها لازم اعمل معينة قبل ما اركب اي حاجة اهو قافل تمام واشوف بردك الوحدة التكيف هاتريكا بقى ده قبل لما اعمل لها حاجة لقيته تمام يبقى كده هنبتدي نشتغل رغمها بعد انا نشوف بقى الفريم طبعا نفوك كاسد ده الفريم التكملي لان الفريم بيجي عشرة بوصة واحنا هركب شاشة تسعة بوصة ويندوز مش هركبها ندروا ده ركب ويندوز ويندوز معظمهم بيبقى نازل تسعة بوصة تمام اهي اول متاح قدامنا اللي هي التسعة بوصة دبل بيز طبعا عشان قوية وممتازة عايش سود قوي فاحنا بنركب الدبل بيز والدبل بيز مش بتنزل غير تسعة فاحنا هتركب الدبل بيز وهتركب فريم اسمه فريم تكميل اهو شوف يعني الفريم منزل عشرة بوصة ممكن تركب عشرة بوصة اندرويد او ويندوز احنا ركبنا دبل بيز عشان الجودة بتاعتها ممتازة وبش بتنزل غير تسعة بوصة فاحنا جبنا الفريم التكميلي مع الفريم اللي هيركب عشان تبقى كل حاجة متفى لها صح وهنركب بازوكا سيمفوني الف وطمين مضغط مع وصلة آآ نكاماتش اهي اهي وصلة نكاماتش كاملة جودة ممتازة بس طبعا لما بتكون الوصلة عمولة بتبقى اغلى ولكن بتقعيش معاك بتعطيها فكذا عربية مش عربية واحدة بس. تمام? ديش دي البازوكة اللي هتركب. البازوكة بيجي ايم داخلي. بس طب بتاعها آآ اتناشر انش. اهو الف وتمانمائة واط. ركبناها قبل كده. وعملية وممتازة وصوتها معقول. طبعا هركب عرضي علشان يقوي خروج الكاسد. طبعا معظم الشاشات بيبقى الخرج بتاع الارسي ضعيف. فاحنا بنركب الارضيه علشان يدي خروج قوي للصبايا. تمام? احنا كده قفلنا التكييف. والانتظار قاعد. مش نوع صغير الفريم اللي بيقع حوالين الهواء ده هو. الفريم ده هنركبه فوق. ده الشكل هنا بعد بعد التركيب اهو. ركبنا وخلصنا الفريم كله التكييف بالهواد بالانتظار. اهو. ده الشكل هنا هي حاجة محترمة. اذا احنا غيرنا شكل الطابلو مية وتمين درجة اختلاف اختلاف فرق جامد بين الكاسد العادي والشاشة التسعة بوصة. وعشان ما يكلفش اللي بيركب الشاشة مبلغ جامد فجبنا التسعة بوصة الويندولز مع فريم تكميلي على الفريم الاصلي ها هو. عام حميدة منبالواني الادارة شطارة. هي عيس اللي مانوش معيس. منبالواني في العالم الكاسد. هنشوف ما بعدين البازوكا الالفة وانمية السمفوني. اهي. الفة وانمتواط. سمفوني. بجيمة داخلي. طبعا. ركبنا قبل كده. صباية ممتازة. وعملية. وبتوفر في السعر شوية. لانها فيها جي ام داخلي غير لما تجيب بازوكا وجي ام. هتخش لك في 6000 وكسور كمان. دي حوالي تعملها 3000 ونص بالجيم بتاعها. يعني فرق الضعف. بيجي معها حزام عشان تربطها بيها اهو. ده الحزام. بازوكا سمفوني 1800 واط. بجيمة داخلي. عن تجربة عملية. وامتازة وقوية. مش ضعيفة. مش عشان فيها جيمة داخلي بضعيفة لعدة قوية. عن تجربة. ده الشكل النهاية بعد التركيب. بازوكا سمفوني 1800 واط. هي شغالة اهي. بس طبعا مش عشان نشغل صوت عشان نحوط طبعه النشر. تمام? هي شغالة اهي. وتاخد كلام ثقة. البازوكا دي ممتازة وعملية وقوية. بازوكا سمفوني 1800 واط. اهي. وده الشاشة ركبنا الشاشة التسعة ووصة. دابل بيستا 3008 مع فريم تكميلي. زائد الفريم الاصل اهو. غير شكل العربية 180 درجة اهو. ام جرانت 2015. حاجة واحترم. كده نكون نوصلين على نهاية الفيديو ونشوفكم في فيديو جديدين ان شاء الله مع اشياء جديدة او سو انت جديد او تعديل جديد. ويا ريت تتابعونا عشان انا وصلكم كل جديد. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع تحيات حماد عاد جيب.